حبايب قلبي أهلا بيكم في نشرة أخبار جديدة بيان عاجل من الجيش المصري عن أمور هامة تحدث في المنطقة الجنوبية وعاجل مصر تقوم بتصنيع سلاح حديث فتاك ننشر لكم بالتفاصيل وبيان عاجل من الجيش السوداني ورض إلينا منذ قليل ومصر تعلن عن عملية ناجحة لإنقاذ مجموعة من المصريين من إثيوبيا وبيان مصري تفتح فيه النار على فرنسا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم أعزائي متابعين قناة مصري ميديا آي إي بي قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أذكروا الله جماعة الخير إحنا بننشر لحضراتكم طبعا أهم الأخبار على مدار الـ 24 ساعة قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الأخبار فجروا زرار اللايح وفجروا زرار الاشتراك الأحمر اللايكات والاشتراكات دي بتدعمنا جدا إذا كان على الفيسبوك أو على اليوتيوب وعاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو واللي بيحب مصر هو اللي يكتب في التعليقات تحت تحيا مصر عاوز أشوف كلمة تحيا مصر مغرقة الكومنتات وتعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معنا بيان عاجل من الجيش المصري عن أمور هامة تحدث في المنطقة الجنوبية شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد المرحلة الرئيسية لتدريب عسكري في المنطقة الجنوبية العسكرية وتم تنفيذ التدريب الذي أطلق عليه نصر سمانية عشر باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة ونقش رئيس أركان حرب قوات المسلحة عدد من القاضة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفذهم للمهام والواجبات المكلفين بها للتأكد من قدراتهم على اتخاذ قرار السليم في ظل المتغيرات الحادة والسريعة التي قد تحدث أثناء سير القتال تعالوا نشوف خبر تاني في منتهى الأهمية عاجل مصر تقوم بتصنيع سلاح حديث فتاك ننشر لكم التفاصيل تستعد وزارة الإنتاج الحربي في مصر للإعلان قريبا عن تصنيع أحد السلاح من نوعه وهو الرشاش المتعدد محليا ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم صناعة السلاح بأيادي مصرية حيث تم تصنيعه داخل مصنع تلتمية الحربي بمجمع الصناعات الدفاعية واكتاز الرشاش المتعدد الجديد كافة اختبارات المعامل والتجارب الميدانية وذلك قبل الانطلاق في مرحلة الإنتاج الكمي للسلاح والمتوقع لها العام المقبل وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح في فبراير الماضي مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ميم 300 بمساحة 371 فدانا والذي يتخصص في إنتاج الأسلحة والذخيرة صغيرة ومتوسطة وذقيلة والطبنجات والبناطق الآلية والرشاش المتعدد المصدر معنا كان من RT ووسائل الإعلام المصرية منتظر رأي حضرتكم في هذا الخبر الهام والعاجل لأن الخبر ده في منتهى الهامية أن مصر بدأت تصنع الأسلحة محليا ده شيء جميل وعظيم جدا تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وبيان عاجل من الجيش السوداني ورض إلينا منذ قليل عن القوات الجوية أعلن قائد قوات الجوية السودانية الفريق عصام الدين سعيد كوكو أن تدريبات الجوية المشتركة مع المصريين نصور النيل واحد استخدمت خلالها مقاتلات روسية متطورة وأوضح أنه تم استخدام مقاتلات سوخوي وميج وأنتوف وغيرها من أنواع الطائرات الأخرى وقال كوكو في مقابلة مع صحيفة قوات المسلحة السودانية إن تمرين نصور النيل هو تدريبات مختلطة بين قوات الجوية السودانية والمصرية ويهدف تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات جو جو بفعاليات مختلفة في المستوى التعبوي وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية ولفت إلى أن تسمية التمرين المشترك بنصور النيل جاءت دلالة على الرابط الأزلي بين السودان ومصر وهو النيل الخالد وأشار كوكو إلى أن قوات الجوية السودانية شاركت خلال التمرين بطائرات هجوم أرضي سوخوي 25 وطائرات مقاتلة تدريبية FTS-2000 وطائرة أنتونوف 32 للاستطلاع والتصوير الجوي وطائرة مي-17 للبحث والإنقاذ وطائرات مي-24 فيما شارك المصريون بعدد من الطائرات ثماني طائرات مي-29 وطائرات كاسة للإخلاء الطبي وأوضح المسؤول العسكري أن التمرين يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات وعلى ذات النسق تم التخطيط لتنفيذ تمرين جوي مشترك بين قوات الجوية السودانية والمصرية في الفترة من 11 حتى 19 نوفمبر الجاري بقاعدة الفريق طيار عوط خلفالة الجوية بمدينة مروة للتأكد من مستوى جاهزيتها وفاعليتها بجانب رفع القدرات وبناء ترسانة جوية راضعة لتنفيذ الأعمال المشتركة ومواجهة الأخطار بالبلدين المصدر معنا كان من صحيفة قوات المسلحة السودانية منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل معنا طبعا من المهم جدا أن يبقى فيه تعاون بين مصر والسودان وخصوصا بين الجيشين هيضمن لمصر والسودان قوة يعني محترمة جدا لا يستهام بها تعالوا نعرف خبر تاني مهم جدا معنا ومصر تعلن عن عملية ناجحة لإنقاذ مجموعة من المصريين في إثيوبيا أعلنت مصر عن تنفيذ عملية ناجحة لإجلاء تسعة من مواطنيها كانوا عالقين في منطقة تيجاراي التي تشهد منذ أيام قتالا عنيفا بين القوات المحلية والجيش الإثيوبي وذكرت السفارة المصرية لدى إثيوبيا في بيان أن جهدها نجحت في إتمام إجلاء تسعة مواطنين مصريين من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجاراي الإثيوبي امتدت مساعي السفارة على مدار اسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات في إقليم تيجاراي في 4 نوفمبر 2020 بدعم كامل ومقدر من جانب مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة في أديس أبابا وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتنصيق وتعاون مع السلطات الإثيوبية المعينة وتابع البيان فور وصول المواطنين المصريين الذين كانوا يعملون بإحدى شركات تجميع الأجهزة والمنتجات الورقية بإقليم تيجاراي إلى أديس أبابا صباح 18 نوفمبر ضمن قافلة الإجلاء الإنسانية التي قامت الأمم المتحدة بترتبها قامت السفارة بإنهاء الإجراءات المطلوبة مع السلطات الإثيوبية التي أبدت كل التعاون وتم نقلهم للإقامة بأحد الفرادق وأشارت السفارة إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات سفر المواطنين المصريين في أقرب وقت ممكن مع أغذي الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة فيروس كورونا بعين الاعتبار وناشدت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في إثيوبيا بمداومة التواصل مع البعثة الدبلوماسية لأداء الخدمات القنصلية المعهودة والإطمئنان على سلامتهم على خلفية التطورات الحالية وتشهد المنطقة مواجهة مسلحة واسعة النطاق منذ 4 نوفمبر الجاري بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجاري المصدر كان من RT وسلاما سلاما على ما تم إنقاذهم من المصريين بسبب طبعا حضراتكم معرفين الحرب التي تقع الآن يعني في إقليم تيجاري وده بين الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا وبين قائد إقليم تيجاري طبعا مشاكل كتيرة وحروب تقع في هذه المنطقة فطبعا في مصريين هناك وفي ليهم مصانع فتم إجلاء المصريين دول عشان يعني ما يحصل لهمش أي ضرر بعد الشر بسبب الحروب التي تقع هناك أنا طبعا منتظر رأي حضراتكم من تصرف السفارة المصرية وتصرف الأمم المتحدة الحفاظ على أرواح المصريين هناك ورأيكم مهم جدا جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصري ميديا آي إي بي بحبكم جدا وحب تعليقكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته